تجددت الاشتباكات بين قوات الحرس الرئاسية تابعة لحكومة اليمنية الشرعية في عدن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا عدن التي تتخذها حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عاصمة مؤقتة شهدت استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات خلال الاشتباكات التي وصلت إلى أحياء كريتر وخور مكسر ومحيط المطار من جهتها طالبت الحكومة اليمنية السعودية والإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للتوقف عن عملياته العسكرية وما وصفته الحكومة بالتعدي على مؤسسات الدولة توتر مستمر تعيشه مدينة عدن اشتباكات بمختلف الاسلحة بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وقوات الحزام الامنية المدعومة إماراتيا في حي كريتر وامتدت لمعسكر جبل حديد اشتباكات قتل خلالها مدني وجرح عدد من الطرفين قوات الحزام انتشرت في الأحياء الخاضعة لسيطرتها كالتواهي والمعلّى ومحيط قصر المعاشيق مقر الحكومة قوات الحماية الرئاسية سيطرت على أجزاء واسعة من حي كريتر وفور مكسر ومنطقة دار سعد المواجهات الأخيرة جاءت بعد تأكيدات من مجلس الانتقالي المطالب بالانفصال في مواصلة تسعيده ضد الحكومة اليمنية رغم اعتراض التحالف بقيادة السعودية للتطورات الخطيرة في عدن تم صناعة حدث واستغلاله وسيما المتعلق بالهجوم على معسكر القلاء وكان واضحا منذ البداية أن هناك توظيفا سياسيا هدفه بدرجة رئيسية الإطاحة بالحكومة الشرقية ربما ما زلنا في المرحلة الأولى لملامح معركة عسكرية كبيرة تديرها الإمارات عقب انسحابها من إعلان انسحابها من اليمن ومحاولة خلط الأوراق في البلاد تصعيد المجلس الانتقالي استنكرته مكونات رئيسية سياسية تابعة للحراك الجنوبي وحضرت من الخروج المسلح والاغتتال الجنوبي الجنوبي بالإضافة لقوان عسكرية كمحور أبيان وقوات العمالقة في الساحل الغربي حتى وإن خفت حدة التطورات وعاد الهدوء إلى عدن فبقاوا تشكيلات المسلحة خارج إطار الحكومة اليمنية وتباون موقف دول التحالف من تلك القوات في ظل وجود صراع إقليمي برأي كثيرين يفتح بابا لجولات صراعات جديدة ستجعل الأزمة في مشهد بالغ التعقيد أحمد البكاري العربي تعز ونبقى في اليمن إذ أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن الجماعة نفذت هجومين واسعين بطائرات مسيرة على مطار أبهى جنوبية السعودية العميد يحيى سريع أكد أن الهجوم الأول استدف برج المراقبة في المطار فيما استدف الهجوم الثاني مواقع حساسة داخله وأضاف أن الهجومين أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار السعودي ينضم إلينا من نيويورك إبراهيم القعطبي الباحث السياسي اليمني سيد إبراهيم أرحب بك أولا هاني بن بريك عبر تويتر كان قد أعلن النفير العام والزحف نحو القصر الرئاسي إلا أن رقعة الاشتباكات توسعت لتطال أحياء أخرى في عدن ما الخطة التي يتخذها المجلس الانتقالي وهل يمكن أن يقدم على ذلك من دون دعم إقليمي في اعتقالي أن المجلس الانتقالي أو ما يسمى بالمجلس الانفصالي ليس لديه أي خطة الخطة بيد دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام الإماراتي من يمول ويسلح ويعطيها التغطية الإعلامية ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها من يقف اليوم ضد الحكومة الشرعية في عدن هو النظام الإماراتي من يسلح هذا المجلس ومن يموله ومن يعطيها الغطاء الإعلامي هي دولة الإمارات العربية المتحدة فلذلك يجب التخاطب مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نحملها إراقة الدماء وقتل اليمنين والتهجير العنصري الذي حصل في العاونة الأخيرة المال الإماراتي يقوم بتهجير المواطنين من أبناء الشمال في محافظة عدن المال الإماراتي يقوم والدبابات الإمارات هي التي تتحدث بتفصيل عن السياسة التي تتبعها الإمارات في اليمن خاصة في عدن في العلن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش كان قد دعا إلى التعامل مع الحكومة الشرعية وكذلك التحالف أعلن تأييده مجددا لحكومة هادي ما سر هذه الاستراتيجية المتناقضة في موقف الإمارات؟ هذا لأن الإمارات تود أن أضرر رمادة على العيون وهي تحاول الإفلات من المسؤولية لكن نحن نكرر مرة أخرى أن من مول هذه الماليسيات ومن يعطيها السلاح المدرعات التي تقصف ألوية الحكومة هي مدرعات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة المال الذي يعطى لهذه الماليسيات هو مال إمارات الإعلام وكل وسائل الإعلام التي تقطي هذه الحجمات هي موغلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة فالإعلام تحاول تنصل من مسؤوليتها لكن السؤال الحقيقي من يمول هذه الماليسيات قيد دولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك هي مسؤولة عن إراقة الدماء اليمني هي مسؤولة عن ما يحدث اليوم في عدن من مجازر وقتل وترويع للمواطنين والأطفال والنساء سيد إبراهيم بينما تدور اشتباكات في عدن الحوثيون يشنون هجوما على مطار أبهى من جديد موقف السعودية في ظل هذا التناقض فيما يجري في عدن وكيف يمكن أن تتعامل مع ما تقوم به الإمارات هو بات واضحا أن المشروع الإماراتي السعودي حتى ولو اختلفوا قليلا هو لخلق الفوضى في اليمن هو لتأكد أن اليمن لن تصبح قوية في المستقبل وخلق ماليسيات ومن ذنب السيطرة على المجال الجوي والبحري والموانئ والشواطئ اليمنية وهذا ما يتم فعلا هناك قواعد عسكرية للمملكة العربية السعودية في المهرة على سبيل المثال وفي جزيرة سقطرة وكثير من الجزر اليمنية فلذلك هم يودون أولا نضعاف الشعب اليمني من خلال الحصار ومن خلال الضرب ومن خلال تمويل الماليسيات تستهدف الحكومة الشرعية الذي يقولون أنهم أتوا من أجل الحفاظ عليها وحمايتها فلذلك أنا في اعتقادي أن الهدف واحد بين الإمارات والسعودية ولكنهم لن يسلموا من ما يحدث في اليمن شكرا جزيرة من نيويورك الباحث السياسي اليمني طبعا الاشتباكات ربا في اليمن لها انعكاساتها على مواقع التواصل الاجتماعي أليس كذلك؟ بالفعل ريمة دعا يمنيون وفي تغريدة لمحمد علي يوسف قال الإمارات تتمرد على القرارات الدولية وعلى الدولة الشرعية في اليمن وعلى التحالف العربي وتقود حربا وعدوانا على أبناء عدن بهدف تمزيق اليمن وتسليمها لميليشيات إرهابية تتبع الإمارات وإيران كما قال الصحفي أنيس منصور في تغريدة له شرعيتنا ضعيفة هزيلة بكل شيء ولن ننهزم أو نستكين البركة والخير في الناشطين والإعلاميين والمغردين أنتم الشرعية وأنتم الدولة وأنتم الوطن ومن جهة أخرى غرد الإعلامي اليمني عبد المحسن المراني تآمر الإمارات على زعزعة الأمن والاستقرار في عدن هو تآمر بحد ذاته على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية من يسهل الطريق للحوثي وميليشيات الانتقالي الإيراني غدا سيسهل الطريق لإيران إلى المملكة فاحذروا هذا التآمر من يرضى في جاره تصبح في داره كانت هذه بعض التفاعلات الاشتباكات في عدن على وسائل التواصل والآن إليك ريمة شكرا